خبر طريف كده حبيت يعني أشاركم مع حضركم وأنا بقلم على السوشيال ميديا كده لقينا صورة الجميل في النادي الأهلي إنه بتلاقي كل ولاده حتى بره نفس الفكر وبتنفس التوجه حتى لما بتقابله بره بيتشرفوا ببعض فمن يومين يعني أول مبارح تقريبا كان أغلب لعبة النادي يعني بروح يتمرنه بيزوده من التمرين وده فكر مبارح وكانه من ضمن فكر لعبة النادي الأهلي إنه هو يزود في ناحية البدنية لو عنده شد في رجبته بيروح هو يزود مع نفسه ويعني يعني ما فيش أي مشكلة خالص من إيه من هو يزود تمرين راحوا بيتمرنوا في أحد الأماكن بالصدفة كلهم اجمعوا كان عبدالله عبدالسلام وعمر طارق ولعبة سابقة كمان زي مصطفى شعوة الجميل إنهم قابلوا هناك بجرامي دي الصورة دي الصورة اللي كانوا بيتمرنوا فيها مع بعض والصورة دي الحقيقة مالية السوشيال ميديا كيف قلنا نستعرضها مع حضراتكم عبدالله عبدالسلام على اليمين كان عندي يوم راحة كان عندي يوم راحة ما عندوش تمرين وراح يتمرن طبعا بتحس يعني ولاد النادي الأهلي أو منتسب النادي الأهلي أو محيب تعرفين طبعا بيجرامي أحد كبار يعني فانز أو جماهير النادي الأهلي فدايما بيحمل نادي الأهلي طبعا زي ما حداك شايفين الصور تلاقي كل اللي وقفين يعني ما فيش معاد هم مش متفقين على فكرة ده هم بالصدفة تقبلوا هناك وتلاقيهم كلهم اتجمعوا واخدوا الصور وضحكوا هم دول نادي النادي الأهلي هم دول جماهير النادي الأهلي هم دول فكر النادي الأهلي دائما تحس ان انت بتفخر ان انت بتنتمي لهذه المؤسسة أو حتى بتشجعها كل ده في حد ذاته حاجة جميلة جدا طبعا احنا قلنا نشاكر شارك الصور زي ما انتو شايفين فرق الطول عمر طارق عن بيجرامي يعني نتكلم كده فرق الطول يمكن متر ولا حاجة ولا انا بتهيالي يعني مش متر قوي برضو بيجرامي ما شاء الله طويل يعني فهي الفكرة كلها انه بيبقى حلو بيبقى حلو يعني ايه ان انت تلاقي انا لما بروح اي مكان بلاقي نفسنا كده احنا كأهلوية بنتعامل مع بعض ازاي بنتجمع مع بعض احنا قلنا نشارك مع حضراتكم الصورة دي ونتمنى كل التوفيق لعبتنا وبرافو عليكم حتى شعوط لعب اللوائب في الصورة ده هو لعب النادي الأهلي السابق وبالعب في نادي جزيرة دهوقتي بس هو لعب النادي الأهلي منساش في يوم الايام وحتى لابس فانيلا حمرت شرطة احمر يعني حتى منساش انتماؤه ولا حبه للكيان اللي هو اتربى فيه هم دول نادي النادي الاهلي وهم دول محب النادي الاهلي واحنا نتشرف ان احنا نكون احد مشاجعين النادي الاهلي